تحية لكم مشاهدين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم ولقاء يتجدد مع حضركم يوميا في روجيتة بنطرح في أهم المستجدات وأهم الملفات المطروحة والتي تهم السادة المواطنين في مصر وربوع الدول العربية طبعا النهاردة هنتكلم عن أسئلة كثيرة جدا فيما يتعلق بالإنفلونز العديد أو أعراض الكورونا سؤال بيطرح نفسه والكثير كانوا ومازالوا يتساءلون هل تحور مرض كورونا في الأوناء الأخيرة كما يدعي البعض وهل تجددت الأعراض يعني هل أصبحت هناك أعراض جديدة عما كان منذ قبل وما هي هذه الأعراض الجديدة وهل التطعيمات التي تحدث عنها الكثير أيهم أفضل وفي أي الأماكن ربما يستطيع كل مواطن يحصل على هذا التطعيم وهل هو فاعل بالفعل له أثار جانبية أم لا كل هذه الأسئلة وأسئلة أخرى كثيرة أطرحوها على ضيف الحلقة الكريم معنا وماك عن الهواء موشرة سيد محترم الأساس دكتور صلاح الدين محمد مدير مستشفى إمباب العام والسشار الأنف والأذن والحنجرة أهلا سلام دكتور منوارنا دكتور صلاح كل السلام عليكم طيب وخير وطبعا في الفترة اللي فاتت أسئلة بقى تلعت كتير وحالك عارف يعني كتير بيفتوا فيه اللي منهمش فيه وكتير بيكلموا سوشيال ميديا طبعا يعني لا سماحها الله كانت سببا رئيسيا فيه أن كل واحد يعني يدلي بدلوه على الواتس آب على الفيسبوك على تويتر وما شاء الله ذلك وأسئلة وحوارات ونقاشات وكل واحد فينا أصبح طبيب دكتور صلاح للأسف الشديد لكن اسمح لي أبدأ مع حضرتك بيه يعني الناس بتقول إيه هو الجديد في الموضوع النهاردة في بعض الناس تبقى متخوفة إلى حد ما رغم اسمح لي أقول وصحح لي إذا كنت مخطئا أن في البداية يعني السنة اللي فاتت في بدايات كورونا كان الناس متخوفة جدا جدا كانت أخذ حذرها جدا النهاردة شفت ودي بقى بأمانة برسالة ببعتها لكل أستاذ الموطنين أنا شاف النهاردة فيه أفرح رجع تاني دكتور فيه أعياد ميلاد شغالة الله ينور ما شاء الله رغم الحظر ويعني تعليمات صريحة ومشددة من السيد المحترم دكتور مصفى عبدولي رئيس مجلس الوزراء إلا أن الناس يعني اللومين يعني الحكومة يعني آلت معاليها والناس يعني ما فيش أكتر من كده قرارات تمام؟ شايفي البداية من ناحية مش طبية من ناحية اجتماعية من المسؤول الآن لانتشار إلى حد ما عاوز أقول أحيانا وزارة الصحة حذرت من ده ولما وزارة الصحة تحذر من ده يبقى فيه يعني علامات استفهامه وخط أحمر لازم أقف عنده شايف حضرك من ناحية من منظور اجتماعي حركة طبيب وكمدير مستشفى من باب العام مستشفى من باب العام بمناسبة من مستشفىات العلاق قبل كبير من ضغط جديد عارف ربما يكون فعنكم والتقينا قبل كده كتير في حلقات وكلمنا عن ده من المسؤول في مش أقول بقى في حديث المدينة ولكن في برنامجنا أخي بحضرك عن هل الحكومة مسؤولة أم المواطنين المسؤولين في وجهة زر الساعة هي مسؤولية مشتركة طبعا ما نقدرش ننكر الشعب أو الجمهور عليه عامل ودور الحكومة بتحاول توم بيها على أكمل وجه طبعا وطبعا سادة الوزيرة مشكورة بتوفر كل الإمكانيات وكل أجهزة وزارة الصحة كل مستشفى وزارة الصحة تحت أمر الكورونا وكل الحقيقة شغال وكله على قدر من وصف 24 ساعة والحمد لله الأماكن هي بس الأماكن بتاعت العلال المركزة بتبقى ليلة شوية لكن الأماكن العامة الأماكن اللي هي سرير عليه 24 ساعة في المستشفى موجود طبعا فيه تكدس بس موجود الحمد لله متوفر الحالة الحمد لله بتتمثل للشفاء الناس بقت عندها وعي درسة الموضوع شغال جزء من الشعب عند وعي بكورونا وده حقيقي فابتدأ يعالج نفسه بنفسه ويعزل نفسه في البيت لكن بردو في المقابل فيه جزء كبير مازال مستهدر نازل نازل طبعا يعني اللي فيه كمامة في الشارع وفيه زحام شديد زحام شديد جدا يعني وغير مبرر أحيانا يعني ما عندناش احنا ثقافة ان انا نازل عامل بلانينج كده خطة انا نازل اشتري ايه وارجع لا ادى احنا ممكن نمشي ونمشي بالساعات نتفسح يعني هي مرجوحة للحالة الاقتصادية بتاعت الناس بمعنى انا مضطر انزل شغل مضطر اتعامل مع كوميونيتي مضطر رأكب مواصلات مضطر رأكب مترو مضطر انزل الشارع عشان اشتغل اكتاب فالحالة الاقتصادية عليها عامل جزء ان انا مضطر انزل ماشي عشان اه يعني نقول له متل اش بالظبط كده كلنا ازاك الراجل يعني اه بالظبط كده محط شغل في بيته محط شغل في بيته محط شغل في بيته كلام مضط بالظبط كده فهو على قد ما بيقدر يحافظ على نفسه وهو الاخره بتاعه بس بيجي نوع من النوع الملل يعني ينسى مرة كمامة اه مضطر يركب بتويس زحمة مضطر يركب مترو زحمة اه يتعايش مع الناس يتعابل مع الجمهور وهو الاخره بتاعه الحياة ماشية اه ودي اسمها المناعة القاطعة يعني ان في جزء منها اه الناس الحمد لله بتتعرض لبعض اعراض الكورونا طبعا وفي نفس الوقت الحمد لله اه بتتعافى منها ماشي نتيجة ليه ان هو المناعة بتاعته كويسة طبعا او او بيبتدي ياخد حاجات طبيعية او بيبتدي يروح للصيدلية وياخد بروتوكول وحده كده اه 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 نشرت واشنطن بوست الامريكية في تقرير ما انسهوش كانت بتتكلم على از ات ات انا يعني هل تكفي وحدها الكمامة واستغربتي جدا لان الناس ديت مش بس موضوعها الكمامة ولا حططتها بمناسبة عندنا فيه يعني حاجة كده واحد مسك الكمامة بدلا النظارة مثلا دي ثقافة عندنا حد حطت الكمامة في جيبه حد حطت الكمامة في العربية بحيث لو حد ما يعني فيه لجنة فيه حاجة يجبها يستخدمها لكن التقرير رفت نظري وكان تقرير بالانجلش الحقيقة يعني بيقولوا لا مش كفاء الكمامة دي احنا المفروض نعمل ونعقل وليت يا دكتور صلاح الحقيقة احتياطات يعني قلت اتبعنا فيه من هذه الاحتياطات خبرا حضرك فمنها على سبيل المساعدة احذرين جدا جدا لو في اماكن عامة يبقى المسافات كام وتلاقي المواطن حريص جدا على نفسه ويبعد وممكن ما يبسك امامة بس لأت ليه لابسك امامة الامطار يحافظ جدا لو لاقى مواطن بريطاني على سبيل المسال فيه بارك مثلا واخد الأولاد ولاقى فيه زحم ياخد بعض ويرجع فورا الفقافة دي ليه مش عندنا الدكتور ويه سببها يعني طبيعة الشعوب تختلف وطبيعة البلدان تختلف طبام انا بكس حضرتك على كمصر على امكانياتي امكانيات الطبيعة بتاعتي طبيعة البشر اللي عندي طبعا ماشي مش هاخد نموذج يعني انا اسفيا مش هاخد نموذج زي امريكا زي بريطانيا والاخر بتاعه حالة الاقتصادية بتاعتهم كويسة طيب المواطن عنده وعي كافي حريص على صحته حريص على اولاده طيب ماشي وفيه قرارات صارمة فيه احتياطات يعني فيه جزء موفرها للدولة والاخر بتاعه بالنسبة للموضوع ده طبعا فهو بيلتزم مش عشان القانون عشان هو اصلا ملتزم من نفسه تمام احنا عندنا ممكن فيه بعض بعضنا ملتزم اي في حاله سواء فيه قانون او ملتزش قانون هو ملتزم طبيعته ملتزم ماشي وبينفذ التعليمات لوحدها اي فيه ناس لازم القانون يعني يلزمه يرضعه تمام ماشي وفيه ناس الوعي بقى يعني السوشيال ميديا رقم انها لها عيوبهم لانها الناس بتتكلم وامثلة والاخر وبتاعها مش عقلية والناس بتقرأ وبتري تقيم حياتها طب انا عندي النهاردة شوية برد انا عندي تكسير جسما عندي 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 لا ده الموضوع بسيط طب ايزل منزلش وهكذا ماشي غير الاولانا كنا متخوفين جدا احنا شعوب مش حارسين اولا صحاتنا الدكتور احنا اقول لها حاجة غير الغرب احنا في حاجة اسمها التوكال سيطرها معانا اه سيطرها معانا اه لان لو جينا اتكلمنا عن المناعة فاحنا اكثر شعوب منعتنا قليلة لو جينا عن بعض بيتدعي العكس اه لا انا مساش في بداية كورونا اه هادي يا جماعة المصريين وهادي الفول والطعمية والبصل اللاخدر والجرجير وبتاع فانا بصراحة بقيت اسمع الكلام ده وادحك اه لا يا عاوز اقول في ناس كتير اتعبان مش كده ولا ايه بالزبط كده ومنعتهم يعني حرج بتقولك تقرير اه المناعة معظم المصريين ضعيفة اه نوعية الاكل اللي بنكلها هل هل هي متنوعة لدرجة الناعة تديني قوة المناعة الحالة الاقتصادية تسمح او مسمحش اه موضوع السكن الصحي ايوه هل هو يسمح او مسمحش اه موضوع اللي هو الاحتكاك اليومي بتاع العامل او الموظف او الطبيب او المهندس يوميا بيحتك في الشارع في اماكن عامة في اماكن طبية اه في اماكن يخلص فيها مصلحته زي مثلا بريد سجل مدني اه اه في زحمة كتير او اماكن فا طابية بزرط في زحمة كتير او او اه بالزرط وكانه ما زال بنشوفه اه بالزرط مواطن يعني اه بالزرط فالمناعة دي جاي شوية من 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 منعة الامنقاطية او شوية من ازا كان عنده ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه وبيأكل مثلا أغذية منتظمة أكل صحي عنده مسكن صحي فدي فيه جزء كبير جدا كده طب هنا بعض الناس بتقول يعني ساعتك بتقول ربنا فتح عليه بعض الناس بتقول لا بالعكس ده النهاردة فيه ناس بسطة جدا الفلاح المصر البسيط يعني بحط الجبنة بس جبنة قريش شوية جرجير بس جرجير طلاق الأرض ولكن يعني بيور بقى يعني حاجة ناتشرة حاجة طبعية يعني في المقابل فواحة تاني مع فلوس بس الجبنة الرومي أو الجبنة اللي هي المطبخة وبالتالي لانشون وبالتالي يعني شيدر وبالتالي حاجات نوت هيلفي ليست صحية بالزبط كده كان دهش مزبوطة مزبوطة فان بزائد ما كان رزق بقى من بصحة طبعية رزق ربنا ما وزعه يعني حياة بسيطة بتاع الفلاح عنده مثلا حتة أرضه والآخره قاعدة لهو الطلق كلها أكسجين مزبوط ما عندوش من نعم بالنسبة من نعم التي لا يستشعر بها كثير من حبيبنا طبعا وأبأنا الفلاحين المصريين ما عندوش حضرتك زحمة قاعدة في الغيط في شوية هوا هوا صحي في حد ذاته حياته بسيطة أصلا بطبيعته ماشي فرحة بلدي دبيت بلدي دسمنا بلدي كانوا مزال يعني رغبة وبالنسبة ونعايش من الناس ولا أدعي ولا أزعم يعني محلاها عاشت الفلاح كلمة قالها عبداللهاب لا دوات أنا عارف ومفتحت ملف الفلاحين ممكن كتير لكن في ناس ببيع الفرخة البلدي عشان تجد تشتري فرخة بيضة عشان يأكل الأولاد ويلاحها الأولاد ده موجود عشان ما أصبح أحدش يقول إنها مبالغ ولا أدعي أنت مش حاس بينا لا أنا عارف كويس جدا إحنا بنقول إيه لا شك دكتور صلاح لو كلمنا عن موضوع المناعة إيه الحاجات اللي تخلي يعني مناعة الإنسان تمام؟ الوقاية يعني الوقاية خيره من اللاج اللي تخلي مناعة قوية وبالتالي أحفظ أبنائي وأحفظ يعني نأخذ بالأسباب يعني نبتدع بالأكل الصحي طبعا هو مش غالي إحنا مفكرين الأكل الصحي غالي لا أبدا عايزين شوية فاكهة باستمرار أيوة والفاكهة الحمد لله يعني في متناول الجميع ويعني مش غالي أول ماشي عايزين الأكل اللي هو الطبيعي اللي هو يقدر متنوع يعني من ضمنها طبقة الصلطة بركز على طبقة الصلطة طبقة صلطة وشوية الفاكهة صحيح أيا كان بقى اللي بعد كده ده مش مشكلة طبعا فول كبابة وكفتة رحمة سمك بي مش مشكلة إنما مهم عندنا طبقة الصلطة وهم عندنا الفاكهة مهم تاني إن أنا أكون عندي صخاف يعني بالنسبة لأكل كعادة ممنوع العشا وده مفاجأة العشا لازم يكون آخر أكل تقيل يكون مثلا ما يتعداش الساعة ستة سابعة فعلا يعني المثل الإنجليزي صحيح لما قال كل كل فتارك نص غداك وده على شكل عدوك مثل الإنجليزي ما انسهوش يعني معناه وده على شكل عدوك يعني ما انتك مطع الشاش وإحنا عندنا حضرتك كفي العالم العربي وفي العالم المصري إن إحنا لو تعشينا بدري ماشي نقدر ننام كويس نقدر نقوم بدري للشغل طبعا وفي ناس طبعا الحمد لله بتسحى الفجر تشتغل أو تصلي الفجر وتبتجي تشتغل اللي بيروح على غيته اللي بيروح على شغله اللي بيرحق مؤسداته فبيبقى نايم بدون ناس ما شاء الله مميزين آه بيبقى نايم صحي آه لقى ليه بقى أنا تعبان طول النهار وجاي من شغل والطاقة بتاعت الجسم أنا خلصتها أيها فالمفروض هروح ريح طبعا أجد لنفسي جسمي وردية تانية إيه هي الوردية التانية؟ هض من العشان وخاصة اللي عشان تقيل آه مشكلة فدي عادة وحشة جدا مشكلة طبعا إيه أنا أرهقت الجسم طول الليل بي عشان يهض من العشان صحيح طيب الطاقة تلقت بعد ست ساعات مساء أيها يلاقي الجسم تعبان ونايم هتروح فيه تتخزن دهون شرايين وأوردة ضغطه سكر أيها أعصاب ما نامش كويس الأكسوجين ما راحش للمخ أم تعبان ماشي عايز فيه نجال قهوة وشاي الصبحة عشان يقدر يفوق عشان يقدر نزلت شغله عصب جدا عشان ما خاتش راح تورنوم ماشي آآ سجاير يبتلي يقولك مساء السجايرة تفوقني اللي عادة وحشة برضك تلع الإشاعة كده غريبة دكتور والأسف جايلنا كده يعني هي من بعض الصحف الغربية تمام وتحديدا كان في جريدة لوموند الفرنسية بيقول إن بعض الناس المدخنين هم أقل الناس عارضة للكورونا واستغربنا جدا من التقرير ده أساعتك أكيد فكروا آآ استغربت لي حقيقة بس والتقرير الصح إن هم الناس اللي عندوها آآ التهاب صدر وحساسية آآ ماشي قريدي عندهم بعض الخلايا المناعية عندهم عالية آآ فبيدر يقاوم أكتر فدي كان نأكر تاريخ حضرناه آآ ميتنج اللي عنده مثلا آآ التهاب صدر آآ تمدد شعب هوائية آآ لأ يعني بيقدر يقاوم المكروب أكتر من العادي طب وده بيجي بإيه بسبب؟ لا بسبب إنه هو أصلا الجهاز المناعي شغال كله على الصدر آآ فعنده الخلايا المناعية عنده عالية طبعا هيقدر وبالتالي عنده تمدد قريدي في الصدر فسهل صعب جدا إن الرئة تقفل طبعا طبعا دي نزه صغيرة وطبعا ده بحث يعني طبعا مش هو ده مهم إن الرئة تقفل وده سمعنا عنه كتير ومن أعراض الأساسية لكورونا آآ إن الناس تروح طعم وتعمل أشعة يلاقي إنه فيه مشكلة في الصدر فبيعرف إنه كده فيه كورونا آآ بس العراض الجديدة دلوقتي تختلف شوائع ده سؤالي لساعدتك تختلف شوائع هل ده كان وما زال العراض الوحيد؟ يعني هل ده يعني فقط يعني بيعدي الرئة فقط ولا تحور المرض زي ما يقول البعض أو قال البعض في الأولى هو البداية ده جهاز تنفسي طبعا وده مرض للجهاز التنفسي مهم هو التحور ليه إنه هو دخل على الجهاز الهضمي أيوة إنه هو ابتدى يتعب المعدة طبعا يتعب الأمعاء والقولون ويعمل نوع من أنواع المغص والألم مهم ماشي وعدم شهية للأكل ده الجديد أيوة عدم شهية للأكل وممكن تصل إلى إنه هو يتقاية مجرد ما شم ريحة الطعام ودي بعض مع بعض الناس بزاعة حسة شم والتزوق هو أصلا مش حسس بحسة شم والتزوق ولكن زا بعدها كده يشوف مجرد ما شوف الأكل عايز يرجع أو يرفض الأكل طيب جاي لنا سؤال تحديدا من الأكسر محافظة الأكسر تحديدا من أستاذ زعنتر على الفيسبوك عبيد أستاذ زعنتر عبيد تحديدا بيقول فيها ياريت أستاذ إبراهيم يتم شرح أعراض كورونا الجديدة في المرحلة الثالثة لأن الميكروب تحور وأصبح يشكل خطرا كبيرا عن المرحلتين السابقتين الناس زي ما حالك قلت وأكد عندها وعي المرحلة الثالثة وللمرحلة الرابعة الناس يعني تعرف ده إزاي نحن في المرحلة الثالثة ومرحلة الرابعة وإيه الفرق بين المراحل كأعراض دكتور يعني نيجي حضرتك واحد ما خدش كورونا خالص أو خد كورونا قبل كده أيوة وابتدى يحس بيها ابتدى يحس بيه لو نزل برد بسيطة مش هيسأل فيها لكن بيجي بمغص بيجي بشوقات إسهال أيوة شديد رفضوا للأكل يقولك أنا نفسي مزدودة أو مش طايل الأكل اللي حس تشم وتزوج دي من الأول أيوة تكسيرها مدان الجسم دي من الأول بس أقل حدية من الجائحة الأولى الجائحة الأولى كان تكسيرها مدان الجسم تمام طيب هناك القوة زي النفسية بتاعة الجسم كان شد بكتير أول لدرجة دي منها لدرجة ده ما قدرش يقوم من على السرير طيب نروح البحيرة ناخد أهلا وسهلا من وسهلا أهلا وسهلا من وسهلا أهلا من ديك يا دكتور أهلا وسهلا فضل فن نقولك الواحد يأكل بصل كتير وخضرة كتير تمام آه يعني بصل كتير إحنا لسه ريف يعني زي ماك حضرتك قول كده جبنا حرجة وبصل وكتير وخضرة كتير ده اللي كنت بتكلم فيه يا حجراضي والله سمعتيني طبعا واناقول كده آه راشي دكتور سمعتيني وانا بتكلم في الكلام ده آه سمعتك حضرتك طيب دي نعمة كبيرة ولا يا دكتور صلاح طبعا ما احنا لسه كنا نتكلم لقتها عايزيني طبقة الصلطة آه لأسه بكنا بتحليش طيب أي سؤال تاني يا حجراضي آه صد لأ أي سؤال تاني مشكري يا دكتور أشكرك وعفانا الله وعفاك وكل صون طيب شكرا جزيلا الاكل الصحي ما بمسألش على نوعيته ايه قدم نسأل على فيه طبق صلطة وفيه فكهة وكبية مية كتيرة أيها ماشي؟ أيها كان بقى بعد كده اللي جنبيه ايه؟ سواء جبنة قديمة جبنة قريش آه حاجة بروتين آه خضار خضروات الحاجات دي كلها الحاجة راضي يا عم راضي عاوز يأكد على انهو عايش في نعمة وانا احنا الحمد لله وانا حاسس بسؤاله وانا عاوز يقول لي ان احنا في نعمة كبيرة آه انا بحت الجبنة قريش او حت الجبنة قديمة طالعا بالزلعة مم مع عشوات جرجير مع عشوات باصر اخدر مم وطبعا مش هلتلعيش بقى مش حال في حاجة راضي موجودة ومش موجودة دلوقتي ها ها لكن شفناها طبعا يبقى آآ انت في نعمة من النعمة بجد الحمد لله مش كبير يا دكتور صباح طبعا اكفان ده اللي عوزين يقوله لكل حبيبنا الفلاحين في سعيد مصر وفي بحر وفي قبلي انتوا فعلا حماكم وما سبحانه وتعالى بالنعم الطبيعة اللي انتوا عشان فيها ولا يا دكتور والنعمة بالله طبعا اكفان البصل كان كلمه فيه في تقرير برضه وفي تقارير يعني عن اهميته بقى طبعا لي علاج حتى الاستنشاق بتاعه لعلاج طبعا الكورونا في الاول كلم ده او ضبط لا شك ان البصل دي دور كبير جدا سواء مطبوخ او ني طبعا بس هو معظمه المطبوخ بالنسبة يعني ان هو داخل فيه الخضروات ماشي المادة بتاعته بتبقى موجودة في الخضار بيديله طعم والاكره بتاعه ودي اكلات مشهورة في مصر يعني كلنا بنستغناش عن البصل عموما طبعا ماشي لكن لو البصل اخضر او فرش يعني مش اقوى جميل كما المادة اللي فيه يعني جميل طبعا بس هو يعني هو طبعا هما في نعمة لان هما ممكن يعني يوميا يقدروا ياكلوه ماشي لانه هو طبعا في عندها تاني ما نستحملوش اه بالزبط كده نستحمل الناس اللي عندها قولون واللي عندها ارزال حوال مريئي بالزبط كده بالزبط كده والريحة بزاحته مسلا لما كون موظف اه في حتة بتاعها مش عالفيديو بتبقى مشكلة شوية ما بيقدرش يقول لك انها ياخده في يوم الاجازة اه ونعمة وفضنا عند ربينا وفي نازل تاخده بالليل ايجوة على اساس من الناه اه يومي الناه مشكلة دي لا مش مشكلة يا فاني ينايم ماشي بصل ينايم اه بس اه ما يقصاش على قولون ما يعملش لأ ما هو بعض الناس يعني تقدر عليه وبعض الناس ما تقدرش مزهوط ماشي اه ولكن احنا بنتكلم على طبق صلطة لو الطبق ده فيه جميع المكونات يبقى البصل داخل من ضمن المكونات جميل جدا اه وده بيفيد طبعا ونشان بس عادتك البصلة يا تفرق لو اطعناها زي جماعة المدرن ولا زي عم راضي باتنين يا فرقش باتنين سيد محمود من القاهرة اهلا وسهلا على جمال السلام اهلا وسهلا والله الكلام عم راضي شواجن ان اروحش بلد ده ستظروف ان انا ميالش كورونا لا اروح البلد سيد محمود لازم تروح البلد ولا اروح معاك يعني منين يا سيد محمود والله حضر زجر من اصطور ده نستروح السنة اللي عايز الفلد مع اولى امي ايه سلام بس ايه جاءت لحالة كورونا انا ومرة دي لا الف سلامة السلامة الف سلامة الله اسلام اللهجة كده اللهجة سعيدي ولا بحري لا لا اللهجة في بحري بي تبقى بحري في الصعيد بي تبقى صعيدي اهلا وسهلا اهلا وسهلا الله يخل ليك رأي سؤالك ليك سؤال معحدد والله ليه سؤال للدكتر الاول وليجي سؤال ثاني للمشاهدين فضل السؤال الاول للدكتور احنا دلقتي كنا حزت الشام كالضايع مننا وحزت التغاوض بس ديجي الحمد للشاهد لعلاج لمدة 14 اليوم طمام الحاجة الصحي احنا جاعتين في غابة الحمد لله والله الحمد عن امراض وابن وبنتي طمام جدنا كل حاجتنا لستخدمها لمدة 14 اليوم عشان انه اطلحش الشارع وما نيزيش حاجة لغاية ما حسنا ان الحمد لله انا عراض راحت مننا وكده فاحنا بسأل الدكتور اذا كانت عراضها تريدها لنا داني او لا اشكرك اشكرك عزبا حمد والف سلامة والحمد لله على السلامة السؤال الثاني معلش السؤال الثاني انا بؤده لكل المشاهدين لما يكون حضرتك عندك نسبة كورونا وانت شاكك انك انت عندك كورونا ما تيهديش الاخرين سلام عليك عزبا حمد يا سلام عليك اشكرك للمزيحة دي عزبا حمد اشكرك اشكرك انا ابسم بالله انا اصرف هو بالسوق 6-3 جنيه بسبب ان 4 اطمال ومست 4-14 يوم بسبب ان لا انا واحد تلم عليها احنا ما نقصيش الناس اللي بعد احتراموا لكل المشاهدين الكمامة بقى في جنيه الكمامة بقى في جنيه انا انا اجيب كمامة في جنيه وبالاخر اليوم احصى بشلس المهملات شكرا لنصحتك شكرا لنصحتك شكرا لنصحتك شكرا لنصحتك الغالية دي اوستر محمود لكل جموع الشعب المصري اللي امتبعنا والعربي وسؤال حضرتك طبعا لدكتور صلاح وهو هو يعني الحمد لله تعافى هل ممكن يرد عني لقدر الله؟ ممكن في بعض الاعراض لان تحور الفيروس يختلف يجي له بعض الاعراض بس خفيفة بعد كده وحاسة شم والتزوج بتتأخر شوية لكن الحمد لله بناخد لها علاج ومن ضمن الاعراض اللي بتخف لانها اصلا نزلات البرد كبتتأثر حاسة شم والتزوج من الاول ماشي؟ طبعا بس كورونا بقت بزيادة شوية طيب لكن بترجع الحمد لله بس لو رجعت له لقدر الله يعني او حد غيره اعراض بسيطة بتبقى يعني نوع تاني من الامراض نوع تاني من كورونا من كورونا بس اعراض بسيطة اعراض بسيطة ايه لان اولاتي عنده مناعة جزئية تمام للمكروب اللي خده او للمجموعة الكورونا اللي خدها طيب معانا سائل تاني أستاذ عفة الجندي على الفيسبوك الحقيقة بتقول ممكن العلاج ما بعد كورونا وكيف يستعيد المريض صحته اذا طبعا كان اصيب كورونا لما تترك لها كثير من الاطباء تقريبا هو بعض الاعراض اللي هي بتطول شوية او بتعافة كورونا اه مهم جدا انها لازم ياخد حاجة للسيولة عن طريق كمية مية كتيرة تمام وفيه مشروب ظريف جدا هو الجنزبيلي الفريش مع اللمون ده في الخلاط تمام ولازم ياخد شوب يوميا حتى لو عنده ضغط حتى لو انا لسه صحتك ياخد الصبح ياخد الصبح اه لانه بياخد علاجة ضغط الصبحية حتى لو عنده ضغط اه انا عارف الجنزبيلي بيعلي ضغط بيعلي ضغط يا فندم بس لو هو خد العلاج الصبحية يا فندم خد العلاج الضغط اي وقت غالبا بناخد علاج الضغط الصبح تمام ماشي اي او بالنهار او اول منصحة من النوم ماشي على الفطار ممكن ياخد شوب جنزبيل مع اللمون ماشي جنزبيل اخضر ولا جنزبيل اخضر لا فريش اخضر اخضر كويس جدا ده هيفيد مع لمون اه هيفيده كتير اوي اوي اللمونة الواحدة فيها فيتامين سي اكتر من واحد جرام ماشي اه حتة جنزبيل فريشة مضروبة في الخلاط ماشي هتفيده وبتعمل سيولة والجنزبيل اه ثبت ان هو فيه جميع امراض اي جميع ادوية القلب ماشي من توسيع شراييم من سيولة من تنظيم ضربات قلب من اه حق الدهون بيد طاقة ماشي وانا خدت العلاج وبعدين فيه نقطة كمان انا خرج اشتغل صحيح فدي طاقة كلها تطلع اصنعي بالعمل مصبوط طيب ناخد نستاذ محمد من منفية اهلا وسهلا سيد محمد طب عليكم ازاق دكتور اهلا وسهلا ازاق صحيح اكل عمدت بخير دكتور وانت طيب ازاق محمد اهلا وسهلا مولقة دكتور بعد يزمة جبالة حوالي 7 ايام جسم سخن ووجع في العظم ورشح ومش عارف ولاشح جابة في العظم قلت طرقا عرض ترونو ولا ولا اصنعي عملت تحاليل اي نوع من التحاليل والله انا كنت عمده دكتور كده وزعت وكان واجع في جماله وراس لست الضغط مبرح وراس لست الضغط مبرح لها اه مية وعشرين على التسعين مية وعشرين على التسعين مية وعشرين على التسعين اه الدغط كده مزبوط محس محس على طول محس محس دكتور حضرتك ان انا جسم على طول دافي وخدت برشام دوقت على سخنانة بس برضو محس بتاعك في العظم برضو بتاعك في جسم برضو الحرارة معك اخبار هي از محمد انا محستش حرارة هو الداني برشام كده قال للمدة 3 ايام لو الحرارة نبليت خلاص ما نبليتش معك ما كان لتحاليل يعني معك حرارة يعني الحرارة مرتفعة عاصد يعني معك الحرارة قال لك كم يوم يومانا حوالي بتاع 6 ايام والخمس ايام كتير كتير 6 ايام كتير يا اسم محمد طب الف سلامة الف سلامة انت طبع حاسد لدي تكسير في الجسم وحاسس ان انت مش قادر تقف على رجليك يعني مش كده او طيب الف سلامة يا اسم محمد هيرود عليك دكتور صلاح شكرا لك فعلا من ضمن العراضي الجديدة برضك ان الحرارة تقعد مدة كبيرة اه مش يوم او يومين تقعد مدة كبيرة تمام عشان كده برضك بنستمر في خافضات الحرارة اه ومعها طبعا تكسير وهامدان الجسم اه بيبقى مستمر فترة ولكن لازم استمر في علاج خافض الحرارة ايوة ااخد اه اذا كان فيه بلغم او فيه انسداد في الأنف او فيه حاسة تسمى التذوق لازم ناخد بخاخة للأنف تمام لاخد جرعة كورتزون ولو بسيطة ماشي سواء شرب او راس واذا كان فيه بلغم ناخد مضادة حيوي مضادة حيوي هنا بيتنوع مش الزيسروسين بس ناخد حاجة اسمها كيلاريمايسين او كيلاريسنوميسين ده بيتاخد برضك كل 12 ساعة ماشي سيبرو فلوكساسين او الحاجات اللي هو كينينولس الجديدة بناخدها لحسب الاتهاب اللي عندي لحسب الأشعة بتاع الصدر طبعا الحرارة طويلة الملحوظة اليومين دولي نحن بليها في الأطفال يعني كان فيه طفل دوقتي عندنا مثلا أطفال في القسم وأطفال في الحضانة عندهم اشتباه كورونا أي نزل برد دلوقتي في التوقيت ده أنا باعتبرها اشتباه ماشي بتابعوا لمدة 3 اربع تيام الاعراض سبسايد ورجعت لحلته الطبعية الحمد لله دي نزل برد طبعية ماشي ماشي لا زادت معايا وابتدت تخش في أعراض تانية يبقى بتدى اعمله التحاليل بتاعته وابتدى اشوفه بقية الأعراض إذا كان محتاج أشعة إذا كان محتاج في الآخر خالص بي سي آر طيب السيد رادي من البحيرة أهلاً وسهلاً السيد عرابي من البحيرة أهلاً أهلاً السيد عرابي أهلاً بجردك بفضل مثل الدكتورة عن العسل النحل الخام ماله يعني سهلاً بنفتر كل يوم معلجة عسل نحل خام يعني عسل من طبيعي من جدامنا من الأرض إش عرافك السيد عرابي عرفت منين من العسل طبيعي ده جدامنا في الخلايات أي يعني حد موسوخ منه يعني آآ آآ مسمونا ده بيحصلوه جدامنا لأن يحقين في الأراضي طيب انت عندك سكر لخضراء ولا حاجة لا ما عندش سكر طيب الحمد لله الحمد لله بتحفز على العسل بتاخد العسل لوحده كل يوم عن ريء مثلاً ولا تاخده إزاي العسل عن ريجة كويس جداً طبام أبنصر الدكتور يعني هو بيرفع الماناعة شوي حاضر حاضر أذكرك يا سيد عرابي تمام ماشي ماشي دكتور شكراً ليك بيرفع الماناعة العسل طبعاً القادة العامة بالنسبة للعسل في شفاء للناس بس العسل كل الناس ما حضرتك جايبه من المنحل ها ده ما يأسرش حتى لعنده سكر دكتور اه يا فندم كمان معلومة صغيرة ايه لو عليها معلقة عسل سوري معلقة زيت زتون على العسل اه على العسل على شوية مية يبقى كده رفع المناعة اه وفي نفس الوقت حرق الدهون اه وفي نفس الوقت مفيف جداً 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 والقل احنا قدامنا حاكتين بالنسبة احنا قدامنا حاكتين حاكتين زيت زتون مع العسل الابيض ماشي بالدوبة على بعض بس انا لو خدت بنيت الشفاء ايا كان بقى حضرتك ماشي لان انا اخد معلقة بمعنى انا اخد العسل الابيض سواء حضرتك معمول في المضاف عليه اه اه تغذية بتاعت النحلة مغزيات اه او طبيعي انا هاخد بنيت الشفاء ماشي اه هضيف له زيت الزتون ما هضيف له ما هو ما هي ايا كان طبيعة العسل حضرتك نازل من النحل تمام اوكي دي حاجة تاني حاجة حضرتك انه هو افضل بكتير او من معلقة السكر يبقى انا نفيت معلقة السكر خالص تمام يبقى حلى مثلا شايه او حلى اللمون اللمون بالجنزبيل ع العسل يبقى جميل حط يا حضرتك زيت زيتون على المعلقة العسل يبقى افضل افضل ماشي كل ده عريق اي واقع احنا اتكلمنا في الموضوع ده كله وكل ده مفيد حاجات طبيعية ترفع المناعة كويس جدا 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 ورخيصة مهما كان اللمون حضرتك رخيص صحيح صحيح عندنا اللمون ده نعمة وفضلة عند ربنا ماشي وكله في متناول الجميع اللمون ايوميا طبام وجنزبيل الفريش رخيص جدا طبام يعني عاجبتوا الاهل مصر كيف يا مرادون وعندهم عاصل القصب وليمون الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين محازم من الغربية اهلا وسهلا سهلا بحضرتك يا مسائل انوار اهلا يا دكتور اتفضلي اهلا اتفضلي حضرتك الدكتور مع ساعتك الدكتور صراح اتفضل يا فاني مع حضرتك اتفضلي اهلا حضرتك عندي انا عندي رش اهه وزي ما يكون في مناخي الشطة دي من اعراض الكورونا رشحة وزي الشطة بس كده ولي في اعراض تانية لا حضرتك اليادي بس الف الف سلامة شكرا جزيلا الرشح بحرقان كانت زي الشطة اه 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 اي التبات انا في الوقت بتيجي بالحرقان وبتيجي على اساس بهايج الاخشية المخاطية اه معاها رشح اه اعراض الكورونا بيوفيه جفاف في الانف ما فيش رشح ما فيش رشح ما فيش رشح فديش وقت برد اه ماشي برد عادل اه الحرقان ده نتيجة بتهيج الاخشية المخاطية بين المكروب اللي داخل موجود ممكن الاستنشاء بالمياك كتير ممكن تاخد حاجة للرشح وحاجة الحسية بص حضرتك لما رجع تحديتها الطبيعية خاصة ما عنداش حاجة تاني عنداش اي عراض تاني سماحة بتسأل سعادتك هاي بتقول طب اخد حاجة ايه دكتور بصرا اه لا هنقول سمي ادوية مثلا برامول بالنسبة لله كحاجة خفيف لانها سنة واضح انها سنة كبير فانا مش عايز ناخد ادوية تأثر على ضغطة او سكر او جفاف برامول عادي ناخد ارص حساسية اي نوع من ارص حساسية برامول او ارص حساسية الاتنين برامول لوحده وارص حساسية البحث اي نوع بارص حساسية كتير جدا ده يقضي على موضوع الرشح الرشح والحرقان مع الاستنشاء المياك كتير وشرب المياك كتير نصيح ان نشرب مياك كتير حاجة محاسمة السيد محمد من الفيوم اهلا وسهلا محمد هيا دكتور السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا كنت عادة اسأل بس موضوع من مثل كورونا يعني المريض مجرد مثلا ما يتعدي لكم كم يوم عشان يعدي كم يوم عشان يعدي اه دي اول حاجة اه انا حاجة حاليا دلوقت مثلا ايه انا عادت مع واحد عنده في الاخر وفي الاخر بعد يوم ديته عنده كورونا فدواحد يواز وزباش والسخولية وزا كورونا ايه 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 الفيروس لما يفوش في الجد كان يوم لما يبقى فعال يعد غيره شكرا سؤال مهم جدا نز محمد والله والف الف سلامة وربنا يعني يعفظك ويحميك شكرا نز محمد كم يوم عشان يعني كما فيه اعراض لانه عنده الوسواس يعني كل ايه كما فيه اعراض حضرتك عند المريض فضل يبقى يقدر يعطي ماشي كما فيه نزلات برد يقدر يعطي حتى ممكن بعد ما يتعافى حضرتك لو عنده شوية عطس او سخنية او ده او ده ماشي ممكن يعطي ممكن يعطي طيب سؤال محمد برضو ممكن يسأل حضرتك ويقوله حضرتك طب اعرف ازاي ممكن شخص عادي يكون عادي قدامي هو لابس الكمامة ومش باين خالص انه تعبان او مش تعبان وهو مريض فعلا معظمنا حضرتك خدنا نزلات البرد وخدنا كورونا على خفيف فيه اللي هو زالت معه الاعراض وفيه اللي عدت بسلام ماشي فحسب قوة المناعة بتاعت الجسم هو ممكن نقعد مع اي مريض ومريض كورونا واحنا بنتعرض للموضوع ده كتير قوي ماشي احنا بنخش اه للمرضى واحنا عارفين انهم عندهم كورونا ايوه بنعالجهم او بنتعامل معهم عن قرب ماشي وبفضل الله سبحانه وتعالى مجموعة كبيرة جدا بتجي لها اعراض بسيطة ايه وتخف مش كل اللي يعني تعرض لي مريض عنده كورونا وإلا احنا كنا طبعا احنا اكتر فئة مأزية بالنسبة للموضوع دوت لكن على قد ما بنقدر حضرتك بنتعامل مع مرضى كتير جدا سواء ظهر تعليق الاعراض او لسه بيكشف ماشي احنا بس بنستأذنه ان هو ايه يبقى يعني ايه جيل لابس الكمامة والحمد الله احنا بننبع عليه واحنا على قد ما بنقدر عاملين الوقيات بتاعتنا صحيح ماشي بحيث ربنا وربنا سبحانه وتعالى يعني الشاف المعافي نسمح لي اروح اسكندرية معانا استاذ امينة اهلا وسهلا استاذ امينة اهلا وسهلا استاذ امينة اهلا وسهلا طب معذرة انا يريد تتواصل معانا تاني استاذ امينة بعد الناس بقى الفترة اللي فاتت الدكتور صلاح حدك طبعا كمدير مستشفى يعني بابة ومن المستشفات اللي عليها ضغط كنت ومازلت بقول وربنا يكون فعونكم طبعا يعني البروتوكولات العلاجية اللي انتشر على السوش الميدة الفترة الاخيرة وكل عمالة تناولها والسؤال بيسأل ساعدتك وبيقول لحضرتك تحديدا هل كل البروتوكولات دي تمتع مع اي حالة ولا المفروض لازم اروح اكشف الاول عشان نشوف اتطمن انا في كورونا نوعها ايه ولا ربما يكونش كورونا ولا اخد البروتوكول وخلاص ولا ايه طبعا كنا ناخد العلاج هبازر كده ما ينفعش ولكن احنا برضا كعادات في ايه في كالمجتمع بتاعنا ماشي عندنا حاجات يمكن اعرف ما في بيت الا في صيدلية في البيت اكيد بزاد بيروحي عرب صيدلي ماشي انا عندي اصداع انا عندي برد انا عندي كده فبياخد مجموعة ادوية ماشي مجموعة ادوية دي عامة ومنتشرة ماشي عشان نقدر ننحها بس نقول لا بأس هي غلط غلط بس لا بأس لان ده بقى امر واقع يعني خلاص كل الناس عندها في البيت عند سخونية بقى وفي ناس ما تقدرش تروح للطبيب مباشرة ايوة وما تقدرش تروح للمستشفى مباشرة يقولك لا مستشفى مبوعة وفي اكرونا مدام انا عندي اعراض بسيطة هاخد حياة بسيطة ماشي دي بيخف الضغط عن المستشفى وبيخف الضغط عن اللي بتزيد عليه الاعراض بيجي ماشي سواء المستشفى او للطبيب ويبتدي الطبيب يتعامل معاه على اساس ايه الحالة الصحية او الاعراض الموجودة نروح بن سويف معنا الحاجة ام اسراء اهلا وسهلا ام اسراء ايوة لو سمحت يا دكتور معاى الدكتور اه 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 في البرنامج بحصة حاجة انام ايه يا رفادي معا ساعتك اتفضلي ماشي طيب بحاماتي كان استعبانة من يوم 16 رمضان خلت دور كورونا وبعد اربع خمس ايام عملنا استحليل الحمد الله وكان كوي تمام بدأ استدعب ثاني بدأ استدعب رخنا عنده دكتور ثاني خلت محلية خلت او في اول اسبوع خلت الجرعة مرتية ايوة لما بدأت تتعب ثاني رفنا عند دكتور ثاني غيره رفنا عند دكتور ثاني غيره وجلها أنت كويسة الحمد لله حج بس هي جسمها طبعاً تعبان وهندان من الضور ده هي كم سنة يا مؤسرا؟ حماتي كم سنة يا مؤسرا؟ عندها دنين وستين سنة عندها ضغطة عندها سكر عندها حاجة؟ بقى كويسة الحمد لله مش أي حاجة طيب وهي جات على علاج ولا ما جاتش على علاج استراحت على علاج بتاني مرة؟ ارتاحت على علاجها وكانت بتاخد كلها سمنت المجوهات بس اللي كانت عطالها الدكتور كويس بس بعد كده بجات كويسة وحلوة الحمد لله من بعد عيش كانت كويسة هنفيش أي حاجة جات الدكتورة والدكتور في آخر أعادة جلها لو عايزة تصوم تصوم طبعاً عليها أيام الرمضاء ثمت يومين ومن ثاني يوم يدوب مبارك ثمت أول مبارك ومبارك بدأت تتعب فضل نهارض ألف سلامة طيب جسمها بدأت الحساسية تطلع سوه جسمها بيحمرت كده وحاسة أنها عمدان وتعبان طمام أي شؤال دكتور؟ لا شكراً الحمد لله أه لا مبارك حساسية ظاهر ببك من دمن الأعراض بسيطة طيب ألف سلامة هيرود عليكم بإسراءة هيرود عليك الدكتور ألف سلامة طبعاً حساسية جلد وإتشينج وهرش كده بيحصل وشيط بطش حمرة وده حضرتك من التأب الزيروسي عادي ليس الله يرخب الكورونا؟ لا بييجي بس هو داخل في موضوع الكورونا اللقتي كأعرض ربما ضعف المناعة مثلاً أه فظهرت بتيجي كده طيب ماشي بيعمل نوع من أنواع البطش الحمراء وهو الآخره بتاعه وهي إتشينج على الأمراض هي من الحمز وفضل الله سبحانه وتعالى ما عندهاش أمراض مزمنة فدي حضرتك من ربنا بديها الصحة وطلطة رو عمر مناعتها حلوة بزرطة وخذت علاج مرة واثنين وكويسة فإحنا يعني مدام حضرتك حتى لو سن كبير ومناعته حلوة بسم الله من شاء الله بيعدي تمام بيبقى كويس جداً تمام لكن يعملوا في موضوع الحصية دكتور مجرد بحضرتك بس تغيير الملابس باستمرار وتاخد كريمات مرتبة ماشي وتاخد أرس حصية برضك بالليل تمام أي نوع إلا كده محتاجة تكشف ممتابعة عن دكتور وممتابعة عن دكتور حكات الصيام طبعاً لكن ما فيش قلق موضوع الحصية لا لا عايزين كمية مياه كتيرة وكمية سوال كتيرة من ضمنها السوال الدافية والكراوية والينسول والنعناع الحاجات دي كي ماشيبات الزريفة دي وهي عصار طازة فاكة في الخلاط بخلاف المياه نعمل نوع نوع السيولة والفريش وكمية المياه بتغير مية الجسم ماشي فأي عقارة في الدم وهو الأخل بتاع بتطلع عن طريق تغيير المياه طبعاً فاكمية المياه مفيدة طبعاً فممكن الصيام يأثر معاها شوية عشان كده ما قدرتش يتكمل الصيام فطبعاً لا يكلف الله نفسنا صدر تطلعوا تجزع عن الأيام تعود الأيام دي فيما راعة ألف سلامة ومسرب طيب علاقة البقى المواد اللي هي طبعاً مصيرة للدم بكورونا ايه العلاقة دكتور؟ هو طبعاً يعني معظم الدراسات اللي فاتت قالوا إنه هو كورونا بيجيب لنا من أنواع الجلطات هي بأثر على الهيموغلوبين أو قراط الدم الحمرة في الأساس؟ في الأساس ماشي؟ فتبقى بديلة يعني بيخش يغير من طبعتها يغير من شكلها فبتبتلي تعمل إعاقة في المصارات بتاعة الشرين الأوردة طبعاً ماشي؟ آآ وسهل جداً تعمل شوية جلطات ما بين الجلطة في المخ جلطة في الرئة ماشي؟ جلطات في الرجل فمعظم من أول ما بدينا كورونا وموضوع ده كان شائع جداً ماشي؟ فبتدينا ناخد حاجات للسيولة أيها؟ هنا بعد ما الإنسان بيتعافى ممكن ياخد حاجة للسيولة حسب الديد دايمر اللي موجود ماشي؟ ياخد لمدة تلت شهور ماشي؟ ممكن بياخدش حاجات شديدة يعني ياخد كفاية أورسة أسفرين مثلاً كفاية؟ يومياً؟ يومياً أورسة أسفرين كفاية أورسة أسفرين وفي نفس الوقت ما فيهاش أي كمية نروح كافر الشيخ اسمح لي دكتور سيد محمد أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً وأنوار زاك باشاً أهلاً وسهلاً فدلاً أسفرين أهلاً بيك زاك باشاً اهلاً وسهلاً أنا سهنا فن أنا عندي سبعين سنة ما شاء الله ربي ديك الصحة ربي نديك الصحة وتلت عمر وعندي الطحار المتضخم عشرين سنة لألف سلامة تمام? وعندي الصفايا اه لزباتها بسيطة اربعة وخمسين. مم. الصفايا التاموين. مم. باعيب. اربعة وخمسين. عندي كليخ في الكبد. عندي سكر. مم. تمام سيدك? صدر صدر كامل. سلامة حاجة محمد الله. كامل سيد محمد. وبعدين انا عايز اخذ المقاح. يا ترى اخده ولا لا اهد. تمام تمام. طبعا انت خايف هشي الامراض اللي عندك دي هتا حاج محمد. ولا في خطورة. طيب ماشي ماشي. لا وان شاء الله سيد محمد. الف سلامة ليك يا حاج محمد وهيرض عليك دكتور صلاح. شكرا ليك والف الف سلامة. طبعا دي من امراض البزمنة اللي كلا واضح انها دي ممكن تكون بالهارسيا قديمة. اه. عشان عنده تضخم. تضخم. والكبد. اه. ماشي. وممكن يكون عنده. الصفايح الدموية قليلة فيبقى عنده سيولة جاملة يبقى هو حاليك ممكن بينزل باستمرار. ماشي. دي ممكن هتفيده ايه? انه مفيش جلطات. ماشي. لكن ممكن ياخد المصد. مفيش مشاكل. ماشي? حسب صحيته وحسب مفيش اعراض. اللي يحدد ده مين دكتورة? اه اه. اللي هو كشفه مباشر. اه. لدي نشوفه مباشرة. مزبط. اه. ضغطه منتظم. ايوه. سكاره منتظم. الكبد والوظيفة الكبد ووظيفة الطحال معقولة. ماشي. ممكن ياخد المصد الخفيف. ماشي. اه بفيش مشاكل خالص. ويبقى هنقوله ان فيه بعض اعراض هتظهر عليك. زي مثلا تكسيره همدان الجسم والاخره بتاع. ممكن поним. يكون يا اخوش ايه. فكهة بعد كده. كويس. طيب نروح اسكندرية مرة تانية. اهلا وسهلا. استاذ ابو يححم اهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتورة أهلا وسهلا نوار أهلا وسهلا فهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا حضرتك أنا عندي كولون عرضوك من الدفع ولستعود أشوف له أولاج عشان مش لقيله حل نفه مش هكذا عني كتير ده قاله قد إيه يا سيز أبو يحيان ده قاله أبطر من خمس سنين حضرتك انت كم سنة؟ إيه؟ كم سنة؟ أنا عندي خمسة دراجين سنة حضرتك طيب يعني لسه شباب يعني لسه شباب يعني بتتعرض دايما لضغوط في العمل؟ أنا أبطر يشعر عندي أنا أبطر فكرة بلاي هستغل أتعب بلاي انتفاق على طول فبطري ومه وساعات سخونية وساعات ملايات سخونية البطري كشفت أبل كده على الموضوع ده كشفت أبل كده على الموضوع ده؟ كشفت عليه كتير الناس قولون عصبي دكتور يقول لي فيه فيه صمة تايفودية دي وهتلاع لك كتير مراحلش مع شعار تاعمل ديه؟ طيب سؤال شوف حضرتك عايزين بس نحدد إيه اللي في القولون؟ إذا كان فيه حمى تايفودية وفيه عندك شوية تكسير وهمدان جسم وفيه عندك شوية دم نازل في البراز فلازم تحليل بولوبراز ولازم تكشفه ماشي؟ وممكن نعمل صنارة على البطن لازم نحدد النسبة للتعب القولون العادي غيرتعب القولون اللي جاي بتايفود يعني دي بتعمل لي مشاكل غيرتعب القولون اللي جاي بيه أمراض مزمنة زي كرونز الزيد وحاجة زي كده تكشف عليه كواس جدا ماشي وتحدد وتشخص طبعا في حاجة عامة يمشي بيها أيوة ماشي برضك نرجع تاني ممنوع العشرة آآ سانع طبعا طبعا يقول بادري اخر حاجة نقول مسلا المغرب بتدن يعني لو خلها زي شهر رمضان ومشي على الموضوع ده كده يبقى حلو جدا بعد كده شوية فاكهة لهو جعان اوى واوت شوية فاكهة صغرين ممكن ياخدهم ماشي جبنا قريش حاف ماشي يبقى دي تريحه ماشي هستريح كتير جدا ويرايح القولون ماشي ياخد آآ لو تحدد الزبادي بتهيل البلد دي برضو الزبادي بالحاجات اللي مفيدة القولون الزبادي اللي هو البلد بدون وشه الزبادي بالمرطب عموما للاطفال خالفة حلو جدا ماشي وخاصاتها لعمل الزبادي على الخيار على معالة الزيت الزيت الزيتون كل ده بتبقى وكبة يكون لها كده حتى بالمعلقة طبعا خفيفة جدا بيت خالص عن العشرة طبعا ماشي ناخد اسمح لي امو حازم القاهرة اهلا وسهلا اهلا وسهلا امو حازم اتفضل يا فنم اهلا بحضرتك كل سيال وحضرتك طيبية وحريك طيب وخير تنمي للدكتور اهلا انا غسأل في حاجة سريعا اتفضل بالنسبة للمسكة حدثك يعني بنوه عليها علشان اهلا احنا بعد كورونا او شو استخدامنا للمسكة في أسفاق كورونا اللي هتعمل لنا قصار جانبية ذا شيء مفهوم انه طبعا عيبا بس حاجة توصل لمزارة الفرحة ان المسكة يتعامل البطار بتاعه يكون قطنة وفي نفس الوقت اللي حامل له هو بيتألفك على الوجه على الوجه دفسه ذا بيتأحضرتك فيها يشك كده دي جديد اثر على الوجه مع استخدامنا القويل ديها حيضمر لنا وشينا طبعا حضرتك يبدو انه حدا متخصص اوي يا محازم يعني لا صدقني لا صدقني انا بيدي انا كده يعني دي اثرت في بالشي اه فعاللونجرون حضرتك هتبقى تأثيرها اكتر صحيح صحيح لانووصلت حضرتك اللي انا عايزة اووصر يعني ووصل طبعا بيتأم الحاجة تخصص وزارة الزحاف طبعا 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 اه هزي المسكات في المستشفات من سنين يس مش كده وليه يعني برضو اردل على حضرتك ليه بتستخدمه بأكيد المسكات ديت يعني يعني اه يعني اه يعني اه مصنوعة كما يبغى ان يكون اه 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 ممكن تكون بشرة حساسة اه بشرة حساسة طبعا اه مجرد اي اي حاجة ستيك اه على على الفيس على الوجه تأثر معها اه على فكرة الشكوى دي مش كتير يعني احنا ممكن اه شكوى فردية مسمعناش كتير والله اه تنوع المصانع وتنوع كده ممكن يكون اه حصلنهم الأنواع الايه وخصوص الفتر اللي فت طبعا المحازن يعني دخل حاجات في السوق بالذات غير مطابقة لمواصفات ايوة ماشي فممكن دي تعمل شوية حسية والاخر بتاع باربك دي شكوى مش مش عامة يعني دي حاجة خاصة بيها خالص لكن ماسك الطبي امن امن يا فاندي على الواقع بس اعملوك جراحات اه طبيعي ومن زمان واني رجع تاني بقى بعد ما اه الدولة وفارت وابتدت اه تصنع هنا وابتدت حاجات كتير قاوة تظهر في حاجات كتيرة اوزار تمكن الويندول في النت ماسك كده ضريف جدا شفاف اه وبتعقم والاخره بتاع اه بوليسين اه بوليسين كده يعني مش مادة شفافة جدا طبعا وممكن تتعقم والاخره بتاع ممكن لو هي بشرة عندها بشرة مثلا حساسة شوية لكن ده صحي كده تستعمل اللي صحي اللي هو اللي نازل اه اه لان شفت الفترة حقيقة فيه نازل بتعمل حاجة بس يعني ايه للدكور يعني اه اه بالظبط وماش عادي فيه انواع طبعا زي الملبس داخلية الحاجات دي امين يا دكتور اه هلين فانقول عليها ماسك ده نزل رسمي يا فان ده نزل رسمي اه حاجات اللي هي زي بتقول اللي زي الترنجات اه واش ترنجات نزل رسمي يا خبير طبعا الدولة نزلته رسمي يعني تضاهي المسك الطبي اه بالظبط ده هو ده اه طبعا فيه انواع ماسكات كتير اوى وقوي بس فيه ماسكات لازم اللي هي مواصفات عالية جدا عشان اقدر اخش المريض في العناية لا اقدر دي ماسك مثلا اللي يسميه اللي 95 اه لازم اه اه عشان اخش مريض للعناية اقابل مريض مثلا عنده كورونا مباشرة مم فده بالبس حاجات تانية خاصة طبعا قال اخر اسمح للدكتور على الفيسبوك ايضا من السادة المتواصلين معانا على الفيسبوك اه السادة مروى رجاء بتقول تحديدا اه صديقتي اه مقيمة في دولة العربية يزبقوا فجأوا بعد ما زوجها خاد المصل راح طبعا دخل في العناية المركزة وحصل له حالة صعبة جدا فبتقول مش عارفين ليه مم ممكن يكون عنده الاعراض موجودة يعني هو مريض كورونا اصلا ماشي بس عارضه خفيفة وآه راح خد المصل ماشي المصل عمل تنشيط للجاز المناعي تاني ماشي فهو عنده جاز المناعي متدمر لانه شغال على الاخر عنده بعض الاعراض الكورونا موجودة داخلية ماشي فزادت او دي مصادفة مش هنتهم المصل في صحية في كل حالات وخاصة دي حالات ندرة ماشي او عنده استعداد للجلطات او عنده جلطات قديمة او عنده امراض مزمنة ماشي وكان عنده اشتباه كورونا او كورونا غير ظهرة يعني عنده الاعراض فظهرت مع المصل اه ظهرت مع المصل هسأل ساعتك انواع المصل الدايرة الحاليان وايوما اقمن بس بعد ما ناخد استود احمد من اليوبية اهلا وسهلا بك فاند اهلا بك فاند اهلا بك فاند اهلا بك فاند كنت تعايز امسا للدكتور كانت تولدتي فيه عنده اراحى كشفته فالدكتور قال له عندك اشتباه كورونا جايب حضرتك أول مشهد على التنة كورسة العلاج ومشهد عليه فالسخونية نزلة وكذا تمام بس لسه فيه صداع وفيها مدان في الجسم فهو ده ناس حضرتك تروح للمستشفى بتاع الحمنيات تكشف تعمل أشياء على الصدر وكذا ولا الدكتور ينصحنا بيه ايه سؤال دكتور شكرا لك أسود أحمد شكرا لك تستمر على العلاج تكسيرها مدان الجسم تستمر على العلاج الحرارة ماشي وحسب ظهور الأعراض تانية وبودة حسنت فما فيش داعة تروح للمستشفى ايوة لأن المستشفى كلها وخاصة الحميات والأخر تعم فيش داعة تروح للمستشفى الصداع يعني والتكسير ده حاجة عادية اه بالضبط وفيه صداع فترة فترة بعد الكورونا بعد ما تتعافى وفيه صداع وتكسيرها مدان الجسم كله وانحسب منعته لا وفيه أعراض أشهد من كده بكتير بالضبط كده فما فيش داعي مدام الحمد لله ربنا سبحانه على كرام واتمثلت للشفاء خليها في فترة وخاصة اللي كانت نسبة تكسيرين كويسة والأخر وفيش أعراض تنفسية طبعا فيه أعراض تنفسية بأنه روح عملت أشعة وروح ابتدى بتأخذ المصاري الطبيعي بتاعك طبعا من تحليل وأشعة طبعا طيب معانا محمد إبراهيم من القهرة تحديدا بيقول لساعدتك إيه أعراض ما بعد كورونا اللي أنا فيه طبعا بيقول في سؤاله إن شفت يعني أعراض متغيرة من شخص متغيرة فعلا من ضمنها التكسيرها مداني الجسم وكلنا بتكلم عليه أيوة من ضمنها حاسة الشم والتزوج بتتأخر شوية المغس من قانل لآخر ده بعد التعافي دكتور هو يقصوا بعد التعافي أي بعد التعافي الشهية برضك ما بتبقاش إلا كانا مرجعتش لطبيعتي أيوة بتاخد فترة يستمر بس حضرتك على برضك نرجع الحياة الطبيعية الفاكهة والمية والطباة السلطة كل ده فيتامينات ونستمر إن هو ينزل شغله يعني يحاول يعمل شوية رياضة من ضمنها رياضة المشي والشغل ما يستسلمش ماشي والعراض دي كلها تختفي فيما بعد ماشي ونستمر على الأسبرين إذا كان يعني عنده استعداد للجلطات نستمر على طبعا بعد يعمل اختبار السيولة اختبار السيولة مادام كويس بس أنا كنت عايز أكد حاجة بروتكت للحماية للحماية فأفسط حاجة إنه أرسى أسبرين كفاية ماشي؟ آه كفاية تمام يوميا وطبع بنوصل إنه هو فيه بواسط الأكل ماشي أو بعد الأكل على أساس إيه ماشي على معدى فضية أيوة أو بلاش ده وده نوصل بالإيه بالحضرتك اللمون والجلزمين يوميا طيب حتى لو عنده ضغط أو ده أو السبحية تمام آه تمام نا طيب وكده هو خطل إيه غطى أو حما نفسه من أيها طيب معنا أستاذ ريهام من الشرقية أهلاً وسهلاً أستاذ ريهام آه، قلت اللي خاشفت كتير قال ليك أولي من العصر وكده فاردين علاج خمش عشف عمل أي وعند إيه بصني منفوقة ده ونهار كم سنة يا أستاذ ريهام؟ كم سنة؟ أنا واحد وعشرين واحد وعشرين سنة؟ آه يعني عندك مشاكل قبل كده مرضية في المعدى أو ارتجاع حامد مريئي أو ما شابها زلك؟ لأ لأ ده هو بس ما قالي فقر أقريك عام شهرين شوهين كده هه وانا بطم على طول وجعله وحدا حسن بعدها بتتحرق في جانب كده اه انت انسة يا سيدة ريهام او 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 انسة طيب اي سؤال ديكم لا احنا قولون عصبي شكرا لك يا سيدة ريهام القولون عصبي عندنا في مصر كتير قوي ماشي وممكن نتجة الحالة العصبية ضغط النفسي الحاجات دي كلها بيجي شوات مغس في القولون طبعا مش غريبة مضوع جنبي ان الواثب في جنبي ده ممكن يكون فيه شوية املح في اي من الكلة ماشي وده وارد انه هو ممكن ما تشربش مية شربش مية كتير اه مش كلة وممكن بقى معظم الشباب ومعظم الجيل اللي طالع دكتور بيغفل المية يا سيزاريهام ودي رساله مهمة جدا بيغفل المية تماما هو ساعات ممكن يقول لك انا بشرب مية غزية دي ممنوع اصل مية غزية الهائي صحيح صحيح المية الغزية دي ممنوع عمليها الغزية وكل كنيات خطر عكلة بالزبط بالزبط شاي الكولة ما تغنيش عن المية طبعا يعني لك انا بشرب غزية لا ما تغنيش عن المية الزبط لازم مية الزبط وخلي بالي ساعات دايما نقصي يا سيزاريهام كده بتحديدا تحت العين والقدم ولا ايه دكتور يعني في ناس شباب والله اعرف شباب بابا رجل بتوجعني يعني حتى عندي الاولاد يا حقيقة تبقى اشرب مية وخصان في الصيام طبعا من قصير الصيام نفطر على طول يا سيزاريهام وده لسالة لكل الشباب دكتور يفطر على طول ساعتك يجي فترة الفطار تبقى دايقة للصخور يعني ما تشربش مية نيجي بعد كان نصوم تاني يوم وبالتالي طرعين من رمضان فبالتالي المية جماعة المية وخصوصها ريق دكتور ايه والله اعا تمام المية الريق ده عليك طيب وتنفع في الكورونا حلوة او او في ايام اللي هو في الصيام طيب طيب ناخد لساة خالد من بن السوف اهلا نسية خالد والو اهلا نسىه لا نفس خالد اتفضل قالا وهو عدد التلفزيون يا سخالد وسمعنا وهو عدد التلفزيون وسمعنا في تليفون ما عاش كيف افتاد 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 قولaly قول Wert فضل. فضل. سؤالك. سؤالي علي الدكتور على سوز خالد. فضل سوز خالد. شكرا لك يا سوز خالد. جلد ان هو مخرج يعني. يا ان شاء الله. طيب سؤال بقى احمد ابراهيم ليه ساعتك تلع انواع علاجات الفترة اللي فاتت وهي الفاكسينات طبعا. ايهما طبعا الصناعة ايه الاقمن والنعمل ايه ده دور يعني. يعني ده سؤال طبعا اعتقد. طبعا حاجة ما احنا مش مصنعينها. اه. فاللي هيجي اخدها. اه. اللي موجود. طالما تبعوا وزافة صحة. اه خلاص اه طبعا. اه. الحمد لله ان ما فيش غير وزافة صحة. ده المصدر الوحيد. ايوه. ده المصدر. ايوه. مزبوط. والحمد لله هما المتوفر في جميع انواع في المستشفيات وفي الوحدات الصحية. والنظام المعمول لانه هو بيقدم في الموقع وبتنزله المعاد بتاع والمكان. مهم. فبيبقى اه نعمل انواع النظام وابيروح ياخدها وابل طبيب هناك بيشتكيله اذا كان عنده امراض مزمنة او امراض. اه. 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 بالزبط اه. بالزبط اه. بالزبط كده. لو في حاجة امراض مناعية والاخر بتاع بينجنبه. وخاصة الاورام والاخر بتاع من جانبه المعاد. بيجانبه تطعيم. اه. اه. بالزبط كده. اه. لكن مسلا سكر ضغط والاخر ومنتزم. بياخد النوع الخفيف والاخر بتاع. طبعا. ايا كان سواء الصيني او الاسترازينك او ده او ده. اه. يعني شي كله كويس. اه. مش مشاكل ياخده. هيحميه. اه. حتى لو فيه اعراض كورونا جاتله. هتجينك خفيفة جدا. ايه. يب عنده في جسمه فيه مناعة. ماشي. وما فيش مشاكل بازن الله. طيب نروح للمنيا. اسمحنا تطور. اهلا وسهلا حاجة امو محمود. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا فاعدم. اهلا وسهلا. مع ساعتك الفضالي. نسمحنا معي يا جوزي مرسخ. الف سلامة. اه. بالثم اه. اه. من المبارض. من المبارض. اه. من المبارض. اه. من المبارض اجيزي من الخصوة. اه ونالك على الصندوق. اه. اه افف مكان في شبكة يا امو محمود اه اه. 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 عنده ضغط. زوج جوزك عنده ضغط. اه. اه. وبعدين. اه. اه اه. بالتشار طرف كثل ثمية. اه. اه. واضح لكم واضح لكم واضح لكم واضح لكم واضح لكم طبام طبال واضح لكم واضح لكم الحصن يعني الحمد لله ولا لسه تعبان? والحرارة والحرارة اخبرها ايه? الحرارة والحرارة جميل. اه. طيب. طيب. اه. الضغط قلتني بياخد كونكور ولا ايه ستومية? بياخد ايه كو ستومية? اه. طيب عموما الف سلامة هيرد عليك دكتور صلاح. شكرا يا محمود و الف الف سلامة. يا مريض الضغط بدان بياخد علاج الضغط بقى فيش منه مشاكل. دي اعراض بردة عادية جدا. بس هي الان انا بحاجة. الستال ما يتاخد اه. هي عايزة قالت ايه ده انا كنت عند الدكتور ولسه العلاج ما جابش نتيجة. اه. اه. اكملش اربعة وشرين ساعة فان. بالزبط. فلازم حضرك هياخد الطائق الوقت بتاعه. مزموط. على الاقل الاسبوع عشان يبتدي الاراضي تختفي. والحرارة تاخد كم يوم. والحرارة تاخد كم يوم. في عندنا حرارة قاعدة اكتر من اربعتاشر يوم. اربعتاشر يوم. اه. فالستال حضرتك ياخد كل اربع ساعات. تمام. قص كل اربع ساعات مع لغاية ستة مرات في اليوم. ماشي? ستة العادة خمسونية. اه. اه. في الحرارة. ايوة. وفي ارضك بنستعمله في تكسير وهامدان الجسم. بيقل طبعا تكسير وهامدان الجسم كويس جدا. تمام. ماشي? وننصحه بالسوائل وبالحياة الدافية وننصحه بانه هو ايه يتابع مع الدكتور لغاية تم ايه ربان سبحاته على اكتب له الشفاء. مهو. ومش عايزين نستعجل انه اه اه كل عرض ليه او كل مرض ليه توقيت. توقيت معين في الشفاء. مش النهار ده خ العلاج انا تاني يوم كويس او بعد ساعة كويس. تمام. لا. ممكن بعد ساعة الحس بتحسن طفيف. ماشي لكن لازم استمر على العلاج اسبوع. مزبوط مزبوط. واحنا عندنا في 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 الطب اقل استشارة مسلا بيقول له تعالى بعد اسبوع. ايوة. لو مريض شديد شوية بيقول له تعالى بعد ثلاثة ايام. صحيح. يكون العراض. تمام. ببتدت تخف. مزبوط. العلاج ببتدى جيب نتيجة. طيب. وهكذا. ناخد رسول عبدالدايم من القاهرة اهلا وسهلا رسول عبدالدايم. ارجو والسلام. يا مرحبا. انا خدت ضحين. اه. 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 كورونا. جالك كورونا. خدت اللقاحين. يعني خدت مرتين. خدت مرتين. اه. اه. تمام. فالسؤالي دلوقتي هل انا كده حمل للقاء للفيروس. وهل انا وانا دلوقتي عندي مرض سكر ضغط. عندي اتين وستين سنة. تمام. وعند سكر ضغط. هل انا كده حمل للفيروس. وممكن اتعيدي ولا ما تعديش ولا ايضيش عايز يعني. هو ربنا ما اتعج والصحة العافية. عموما. اه. اه. حيرب عليك دكتور يا استاذ عبدالدايم. شكرا جزيلا. افضل. ربنا ما اتعج والصحة العافية. هو كده خد الجرعة بتاحته. اه. وهو مفكر ان احنا. اه. وهي اصلا جرعتين. اه. اه. هو مفكر انه هو مخد الجرعتين. اه. يعني هو حامل الفيروس. لا. ده احنا بندى الفيروس اه ضعيف. على اساس يعمل تقوية للمناعة. يعني عنده اجسام مضادة للفيروس فهو مش حامل الفيروس دلوقتي مش حامل مكروب وكان بيركز على النقطة دي هل انا حامل مكروب دلوقتي ولا? لا انت المناعة بتاعتك اشتغلت عليه طلعت اكسام مضادة يبقى انا دلوقتي لو خدت مكروب من برة هتقوم من اكسام المضادة تعالج الموضوع دلوقتي وبيتلي الاعراب بتاعته ما تجيش حتى لو جاتله قتيجي خفيفة يعني هو مش حامل للمكروب هو خايف يكون حامل للمكروب هو بيكلم كمان انه عنده ضغط او سكر ده عادي جدا ما فيش مشاكل افنان شو الموام تزبط الضغط والسكر فيش مشاكل خلاص تمام يعني طالما محافظة على علاج ضغط وعلاج السكر ده مهم جدا طيب السيد الصباح من القاهرة اهلا وسهلا اهلا بيك سلام عليكم عليكم السلام اتفضلي افنان انا بس اتسأل الدكتور انا احدي واحد وسبعين انا ان شاء الله واحد وسبعين اه 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 الف سلامة اه وعندي تكتير في السرحة اه الف سلامة اه 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 السؤال عايزة يعني لو خدت التنفيح انا ما عنديش حاجة نعندي براع يعني التكتير تفوق منه اه دازل تبعا دي يعني عاوزة ساعة تكتاخد التطعيم وخيفة ولا ايت اه 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 طيب حاضر شكرا لك يا مدام صباح وآه ربنا يمديك صحة يعني خضر الدكتور وفي طبعا بعد امراض الدم المناعية احنا 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 ناخد المصد اللي لازم ايه تعدى على الدكتور ذات نفسه اه ايوا المتخصص تشوفها الدم هل هي لان تكسير الدم وتكسير كوروة دم بيضة وتكسير كوروة دم حمرة عندها ايه بالزبط يبقى لازم حضرتك تراجع لايه هي بطول مناعي مناعي اه ماشي اه يعني الدكتور ايه او قال لها مسلا دي حاجة مناعية اه ماشي لكن لازم التحاليل والحاجة دي تطير صحيح ماشي اه لازم تتعرض كلام مظلوب اه طمام بعض بيسأل دكتور وهو في حاتة الهواء هل ينتقل المكروب عن طريق الهواء يعني انا مسلا قاعد لاتف فيتما متحركش نهائي اه يعني فترة الحذر او ما شبه ذلك ولكن بعض الناس بتسأل ساعدتك هل ينتقل عن طريق الهواء فقط مش البشر يعني او التلامس هو اه التلامس اه الجزء لكن هو اصلا عن طريق الرزاز والهواء ماشي عطس مخرجنا من الناس بيقول له ساعدتك نفسك كلمة بيقول له حالك فيه ناس كانت قاعدة والله بيحلف في اللاهواء اه بيقول له حالك كان فيه ناس قاعدة في بيتها ما بتحركش نهائي طيب ما بتخرجش نهائي ورغم زالك اصيبت حلوة حلوة هفاني فهل سبت طبيا فيه عنده مكان وفيه تفريغ هواء نا فيه هوا عاما العوا ده فيه شباك داخل منه هوا فيه بلكونة فيه لمازة يعني هل ما خرجش منزلش قاعد في بيت اربعة وعشرين ساعة منزلش جاب طلباته وبيقول لهو متعقيم وحلو شغال يعني تمام تمام سبحان الله ورغم زالك قصيب ومتكفل الحذر لا يمنع القدر مروح فين يعني يعني شوفنا رؤساء دول يا فهم طبعا كانوا اكثر حذر وجل لكن العامة احنا عادين حضرتك في وسط حاجات ما يعني صحية ماشي ماشي والحمد لله ما فيه ناس كتير او ما ما اصبتش يعني صحية استاذ ريهام من الجيزة اهلا وسهلا استاذ ريهام زيها مادان جامد جدا في الجسد ايه وفيه صداع مش صداع يعني حاجة بتتسكني من نص راسي لحد عمية ايه زي ما يكون قلم جامد جدا ايه فالمهم اخدت كونجستان فترة يعني مرة الصبح ومرة بالليل قد حرارت عالية وسط حوالي ثمانية وتلاتين اخدت سيتان خلسمين بالحمد لله حرارت ينزلت ابتدي التعرك بس القلق بتعرك ده عاد ييجي في اوقات كده اللي هو صنسم بعد المغرب بيجريفات قد كده من نص راسي لحد عنيز وبقدرش اخمله النهوات الحمد لله القلم ده ما عجليش بس هو مبارح ايه انا بقى بيجريف القحة والعبط ولا اي حاجة بس بس يعني حاسة الحالي بتاعي منتهج والـ يعني حاسة ان فيه زاي من يكون حرقان كده في الحالي تشعروا بمية كتير يا ستورة ابيهام او مش بحافظة عالمية وبشعب جامزة ديل سخنة ومغضوع من اللمون وكل حاجة لكن حاسة برضو بالتهاب او حرقان في الحالي الاتهاب ده حصل الزهاردة بس اه اه لكن امبارك واول امبارك موضوع الصدع لهم نكتر وفي الحد اه عيني في يعني مرة واحدة كده بينفج يعني تحسني فيه قلم جامد قويضة كده في فوق. تمام. بس موضوع عمدان ده على طول بيرخوا ليه. طيب حيرود عليك الدكتور صلاح. الف سلامة يا استاذ ريهام. انا بس عايز اوضح لدكتور ان انا اخدت زي ما اوضحت الحلقة الكلستيل ده. اخدت بس الحمد لله تتنى الزلي الحرارة يعني مجدش تاني. طيب كويس. بس هو موضوع الهامدان وموضوع بس الاستهادة على النزول لك. طيب. الف. وبالنسبة بقى الوالدتي ووالدي هما نفس الموضوع بس انا اللي عندهم قحة شوية تغيرين. ايوه اه. اه. تمام? تمام تمام. الف سلامة يا استاذ ريهام. لا اهلا بيك الف سلامة الف سلامة الف سلامة. بكتور صلاح. اهلا اهلا الفيروس اصلا بأثر في منطقتنا احنا منطقة الانف. ايوه. منطقة الحلقة. اه. وبيعمل بردك شوية حرقان ووالاخر. المنطقة دي بتتغزة معظمها بالاحساس بتاعها. اه. بالعصب الخامس. اه. فسهل جدا بيعمل صداع وقلم. اه. سواء بيجي في العين. في الفرع بتاع العين او بيجي في الفرط الرأس. طيب. بيعمل صداع. طيب. وبالتالي بيعمل جثاف. نصيحة بس ان هي ما تكسرش من كونجستال. عشان ما جففش المكان اكتر. اه. بناشف. خليها على السيتال افضل. ماشي. مع شرب السوائل اللي هي محافظة عليه. مع الاستنشاء بالانف. لنخلي الانف رطبة باستمرار. ماشي. ممكن ما استعيد بخاخة برضك. زي بخاخات فيها كورتوزون بسيط. ايوه. زي الفيليكس بتاع بخاخات النوز. اه كلها اه نيزونيكس. اه. بخاخات دكتور اه بعض الناس كده بتنتدي ارشادات. على الواتس وعال فيسبوك. مه. بيقول والله يعني انا مجرب جماعة فعلا. وانا يعني زوجتي ومجرد معايا. الاورنفل. واستنشاق الاورنفل. مه. كلام ده فيه ليه اثر. هي الاورنفل مادة عطرية حلوة جدا. اه. وكانت فيها مسكن. ايوه. لكن مستعمدهمه في الام الاسنان. اه. وبيخش في بعض المعاجين الاسنان. اصبوط. وبعض الغرغرة وبعض السبريهات الخاصة بالفم. صحيح. فهو في مادة مسكنة. اه. فالاورنفل ممكن لو هو استنشأه. زي ما يتحط في الفم ليه اه. 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 ماشي. ممكن يسكن له الانف. اذا كان فيه الم في الانف يسكنها له. لكن البخار. البخار بتاعه مع دماغ لي. ده ليه اثر طبي او ليه فتوى طبي. اه. وحنا ناخده من ناحية ان هو ممكن يتحط في الفم. اه. اه. فالبخار زي ما بيخش من الانف بيخش بالفم. تماما. عن طريقة. الانف او الفم بيت نفسه. طيب. ماشي. لكن كتأثير مباشر طبعا احنا. اه. اه. كلام مش علمي. اه. مش علمي. بس هو الاورنفل حلوة عموما في. قويس. استاذة كريمة من القاهرة اهلا وسهلا. السلام عليكم. لو سمحت يا دكتور بس. اه. عندي كده يعني بعده اه لللي شهور اه. اه. انا معنديش اه ان اش اه ولا عندي قحة ولا حاجة بس بيجيني زي شارقة كده الكديدة اجزانة لازن مكون حاجة عين بكرورشة قولها وينزل او حتة بالغم كده مستمرة بيجى. عاملة زي يعني كينة لازجة كده. وتأوان نحنه هي نروا منها تط bioعيدها عشان لأ pseudo المسرد دلغن بغى كده بصيط كده بس بيكاد اق estimزد تتنسل كده لوحدها بالجول ورجل اليمين الرطبة مش عارفة سنيها ولا فردها وعاملت ونقومها بفردها مش عارفة عامل ايه كم سنة يا مكريم عندي 65 سنة ربي دي صحة رجل جدي بقالها دي موضوع رجل جدا رجل جدي بقالها حصلت كده وضع في ظهرك بعد كده ورسك بقى الوضع كله مسك في رجباتي كده ما كجفتش لحد عند حد عمود فقري او بقوا عصاب عملت اشاعة على رجلي قالولي ما فعاش حاجة بسنة مش بعرف اضوص عليها وربتي بتخني كده اذا ما كون حاجة هتفل اثماني عصاب رجلك عصاب رجلك سايبة اه عصاب رجلي سايبة الوزنة اخبرو اه وزنك اخبارو ايه دكتور بيسألها وزنك اخبارو ايه وزنك اخبارو ايه وزن سبعين كيلو طب كويس والمحاشي اخبارها ايه لا انا مش بقل محاش ولا بقل قلق لا الف سلام امو كريم الف سلام الف سلام هيرود عليك الدكتور حالان دكتور صلاة طبعا ربنا تجسح وتترو املك لفطاعة الله صحيح لكن رجبة طبعا ورد ان هو فيه لازم الام اسفل الظهر بنسمع في الربة خشونة في السنة دوت لازم في حاجة ذاكية كان مفروض نلحق دايما المفروض يعني نلحق الام فضاء لانه ممكن تقصر في حاجة تانية بالزبط بيتراجع طبعا دكتور المخ العصاب ماشي على اساس تاخد حاجة مقوية للعصاب زاك نفسه عشان هي برجلية بتخنها اه مالزبط الحمد لله فقاش حاجة للعظم لتكسيره بتاعه لكسر موضوع عصاب لكن هي موضوع عصاب بس بتخن حاجة ايه مقوية للعصاب عشان رجلية بتخنها طيب والحمد لله هي مش بدينة يعني وزنها معقول كده فالحمد لله تقدر تايه الرجبة تقدر تشيل تاني طيب نصيحة برضو وانا يعني مش عارف دايما فيه مبدأ كده بخل به وهو اسأل مجرب ولا تسأل طبيب بكلام ده صحيح يا دكتور بمعنى يعني فيه احيانا بعض ناس بتجرب بعض الوصفات الطبية اللي هي طبعية حد مرة من أخوى الأشقاء في دولة عربية بيقول والله أنا كنت ما بقدرش سوق العربية وإيدي ما قدرش تحكم لحد ما دخط عند الأطباء وبيقسم بالله وبيسجل نفسه على اليوتيوب فبيقول لحد ما حد وصف لي التين البرشومي وزيت الزيتون دكتور بيتحطه في بطرمان التين وحط عليه زيت زيتون أقف البطرمان واسيبه كم يوم وأخذ دعا للريء يقسم بالله إن هو أعصابه بقت حديد كلام ده صحيح يا دكتور صح يا فندم خاصة التين والزيتون المذكور في القرآن مزبوط ماشي ويمكن شجرة الزيتونة موصفها في سورة الوحدية في سورة النور غير سورة التين والزيتون الصغيرة صحيح لا شجرة الزيتونة لا شرقية والغربية كالزيتونة يضيق ولولا من تبصده النار نعم نور على نور يهدي لأنه نوريه مليه شجرة مباركة يعني شجرة مباركة صحيح فالزيت الزيتون سواء الزيتون لذيت نفسيها أو زيتها أو حتى النواة بتاعتها بعد ما تبتحن ماشي كل ده مفيد وإحنا ممكن في بداية الحلقة حضرتك قلنا يريد معلات زيت الزيتون على معلات عصر البيض صحيح ماشي طيب كان فيه بحث بس بحث ده كان في اليابان جابوا حضرتك والتين والزيتون فجابوا التين المجفف وحطوا عليه زيت الزيتون وفعلا خلوه لغاية ما ايه يتشرب ويطرى ماشي وبيعاد يغضو على الريء كان فيه ده كان في اليابان في اليابان اه ونزل على اليوتيوب يعني الكلام لأصول اه بالظبط علمية يعني اه علمية طيب ناخد مادام رباب ونرجع لسعاتك تالي اتفضل اه مادام رباب اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا حضرتك اتفضل يا فندم اه حضرتك كنت بقى لثلاثة ايام تعبان افتراحة وحسب فقط اكتب وما ظهر معي فقط اياما ثلاثة ايام اه ناثرت جيد قوي في عظم الجسمي اه بالاضافة اللي تخونيها سفيفة اه تضع شديد من اه من رأس من ورا كده لتحق بعناي اهه لدرجة انتظر ما داجي كح بشيس العيني معلاش يعني هتخرج لبرد كده من كدر الوجع يعني طبام اه عملت تحليل من عارترو اه ظهر في نسبة كده قالوا دي ممكن تكون تباهة في الجسم بس انا ممكن تكون كده في الراحة اللي بتاعك ما عمل هو تقليل ثلاثة تمام دي ممكن دا ستاقشر اه بحاجة اسمها دي دايمر او دي دايمر او طيب ستاشر ستاشر او نزب المعقولة دولك نعم علي جدا عالي اي سؤال تاني ربنا يخليك عايزة عرب بسا فعلا في حاجة حليل في حاجة وشة ولا يسي شكرا لك اسيزة رباب وهيرد عليك الدكتور شكرا لك الف سلامة دكتور صلاح دي دايمر برضك اعتبر عالي شوية ستاشر عالي اه لازم تراجع برضك اه اه دي حاجة تاني حاجة لازم تاخد حاجة للسيولة ناخد حاجات طبيعية دي اللي نتكلم عليها كما نقدرش نوصفها عليك الا ما تشوف الحلقة على بعض طيب ماشي يبقى النسيح قبل ما تاخد علاج للسيولة او كده تروح تاخد الحاجة الطبيعية دي ما فياش مشاكل وهي السويل السويل وبيقولنا الجنزبيل باللمون طيب لو حاجة للسيولة يعني برضو عشان تالح لنفسها وحاجات الخضرة زي الخص والخيار والجزر كل حاجات دي حاجة خضرة بتاعمل سيولة تمام تاخد حاجة للسيولة قبل ما تروح للطبيب ولا احسن بطفيب لا لا تبتدي بها حاجة بتبتدي بها اه اي حاجة للسيولة بالذبط زي ايه دكتور برضو عشان يفكارها بس ارسل الاسبريم بس ارسل الاسبريم اه انتعداش لما تروح طيب استاذ محمد اهلا وسهلا ستك قلنا دكتور اني بقى لي خمس ايام عندي قحة بقى لغة ورحت وعندك في الجسم في ذاتي ورجلي مش قدر امشي فارحت ستك عن دكتور باطنة قال لي اعمل تحليل حمد يفوت دي وقلت لك عندي نسبة بس الحال قد خدت الهلاج وخدت المنطحة وكل حاجة بس لسه الوقت عندي الصداع والدوخة والكلام ده كله فحاللت ستك في اربيه قال لي والتحليل بتاعي قال لي الينفو صيد كان خمسين وقبل كده حالاته كان خمسة وتلاتين وقورة الدم البيرة عندك وليس بل مش عارف اغير الدكتور تهود والقرف الواحد كاني ولي لسه عندي الصداع شرتك والدوخة واعصابي سايبة وقسمي متكسر كده وعندي قحة ومش عارف عمليه حسابة حلوة غير الدكتور دي نظام بايه الدكتور بس يعني الدكتور يعني نصحك نصيح محترم يعني ألف سلامة طبعا أستاذ محمد وهنروض عليك ألف ألف سلامة دايما مظلوم الدكتور أغير الدكتور ده أولو هو كل أولا دكتور سبب أه طبعا ربنا سبحانه وتعالى ياخد بياده ودوار ده طبعا لازم ومن أسباب التوفيق لأي طبيب أن يشخص ويعطي العلاج يعني كما يقول شفاء المريض بيبقى أسباب يعني ده بيبقى من حظ الطبيب إنه هو المريض طبعا سبحانه وتعالى الشفاء يعني صحيح كل مرض ليه توقيت نذكر بحديث للرسول عليه الصلاة والسلام في إنه هو جي أحد الصحابة يقول له أخويا بطن الطبعة أنا بكلمت كحديث عنها ماشي فقال له سكيها عسل جي تاني يوم قال له مازال الأعراض موجودة سكيها عسل رابع مرة تلت مرة سكيها عسل رابع مرة سكيها عسل كذبت بطن أخيك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ده بناخد منه حاجتين إن الشفاء بياد الله سبحانه وتعالى رغم من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لها بالشفاء نعم في وصف العلاج إن كل مرض ليه توقيت مش من أول مرة خد العلاج أو خد العسل ربنا شفاء لا فيه توقيت ده علمنا إن فيه توقيت للمرض ماشي وتوقيت للشفاء وإن الشفاء بياد الله سبحانه وتعالى فده نرجع كده للأخ الأستاذ إن هو الشفاء بياد الله سبحانه وتعالى دي حاجة تاني حاجة لازم يصبر على المرض والأعراض ياخد العلاج إذا حس بقى نفسياً إن هو مش مسرح مع الطبيب من حقه يروح الطبيب تاني صحيح بس ما ياخدش العلاج بقى يرميه ويروح واحد كسر لأنه بيضر نفسه حضرتك إن هو خلال أسبوع يروح لتالف أربعة لكترة وكل الدكتور لازم هيكتب له علاج يبا هو اللي ضر نفسه طبعاً يعني طبعاً دكتور صلاح بشكر سعادتك شكراً جزيلاً المدير طبعاً مستشفاء بابا العام طبعاً ربنا عينكم وربنا معكم ويوفقكم بجد استفدت من هذه المعلومات وأتمنى صبعاً تساعدتكم ومشاهدين الكرام تكون سمعتوا من هذه المعلومات القيمة اللي استفدت بيها الدكتور صلاح شكراً جزيلاً مراد شكراً وبما إن ساعتك بقى خدمت بحديث لأن ده الأصل في الطب يعني اسمحوا لأختم بحضراتكم عندما سئل الإمام يوسف الثوري من رجل مش بيشك بقى دكتور من مرض عضال جسدي ولكن بيقول له إني أشكو من مرض البعد عن الله فتعجب الجالسون وقالوا له يا إمام هل هناك مرض يسمى مرض البعد عن الله فقال نعم إنه داء الداء وعلة البلاء وقال له يا هذا عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع ضع ذلك كله في إناء الصبر وضب عليه بماء التقوى واشربه بكف الصدق وتناوله بكف الاستغفار واشربه بكف الاستغفار وتمضمت بالورع وأبعد نفسك عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله تحية لكم مشاهدان الكرام وأرجو لكم جميعا أوقاتا تغمورها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام شكرا لكم والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة